من التوتا بولاية باتنة على مستوى بلدية تيلاتو حدث مأساوية راحة ضحية عاملين يبلغان من العمر 40 و 26 سنة لقي حتفهما تحت أطنان من الإسمنت المتحجر وهذا داخل أحد خزانات المصنع عندما كان يقومان بعملية تنظيف جدراني الخزان من الإسمنت المتراكمة فيما تمكنت مصالح والحماية المدنية من إنقاذ عاملين ثالث يبلغ من العمر 25 سنة بعجوبة كان عالقا أعلى الجدار الدخلي للخزان البالغ طوله 35 متر وسط صعوبة بالغة وجدتها الحماية المدنية في عملية دامت أربع ساعات كاملة لقي صباح اليوم شخصاني حتفهما ونجأ آخر بأعجوبة كبيرة وذلك في حادث انهيار لسخور وإسمنت متحجرة داخل إحدى المخازين بمصنع الإسمنت ببلدية تيلاتو بولاية تباتنا وكان هؤلاء الضحايا داخل الخزان الذي يبلغ طوله 18 أو 35 متر وقطره 18.5 متر للعلم أن العملية دامت قرابة الأربع ساعات كاملة وسخرت لها مصالحنا 24 عنصر من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب فيما تبقى أسباب الحقيقية لهذا الحادث محل تحقيق من طرف الجدار